أكو جانب السادة محمد خلينا ناقشها أيضاً وهنا نطرحها للرأي العام بس قبل كل شيء مع جل احترامي للمؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية هاي خلال يومين ما رح أروح بعيدة ما رح أرجع الحوادث الاقتصاب الأطفال منتسب حوادث التجارب هذا منتسب هاي البارحة لازمين معاون قائد شرطة يأخذ رشوة وراها لازموا أيضاً يعني منصب رفيع أمني يتاجر بالمخدرات اليوم عشر منتسبين حكم الحكمة واليوم يطببون تليفونات للداعش حادثة اختصاب طفلة وقتلها عمرها خمس سنوات منتسب حادثة حرق عائلة زوجته وأطفاله منتسب حادثة قتل الصيدلانية وحرقهم وأهلها منتسب قاتل هشام الهاشمي منتسب هاي الاسلاح اللي ينطي أو الهوية اللي تنطي ممكن يعني يعني ليش هاحنا هاي استشرت بمجتمعنا المنتسبين اللي مارسون هاي الأفعال يعني كل ما يجبون جريمة يعني تختلف وغريبة ودخيلة على مجتمعنا يطلع منتسب هاي شلون نعزوها السادة محمد الماد طبعا هناك أمر أيضا نريد أن نربطه يعني في هذا الجانب أنا لسه باب المجاملة الوزير الداخلية الحالي يعني الرجل ألاحظه بشكل حقيقي يعمل بإخلاص في هذه المؤسسة وصدر بعض القرارات المهمة من ضمنها فحص حتى المنتسبين في الداخلية فيما يتعلق أنه ربما بعضهم قد يكون مدمن على المقدرات أو مشابه ولاحظت هذه الحملة التي نعم أطلقتها وزارة الداخلية هذا الإجراء هو صحيح كان المفروض هذا الإجراء يكون منذ فترة طويلة وبعيدة ويتم